مع إعلانها ساعة صفر جديدة لما تصفها بعملية تخليص العاصمة الليبية طرابلس من الميليشيا المتطرفة أمهلت قوات خليفة حفتر القوات التي استخدمتها حكومة الوفاق للدفاع عن طرابلس من مصراطة وسرد ثلاثة أيام للخروج من جبهات القتال مقابل وقف القصف على معاقلها حال ما تمت تلك الانسحابات فأن السلاح الجو العربي الليبي الذي رفع قدراته عددا ونوعا في شرق وغربي وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة أنه لن يتم استهداف المسحبين من طرابلس وسرد إلى مصراطة لمدة ثلاث أيام حكومة الوفاق وضمن إجراءاتها لصد الهجوم الجديد على طرابلس طلبت في اجتماع عقدته برئاسة فايز السراج بتفعيل تفاهمات أمنية وقعتها مع واشنطن ولندن وأنقرة وروما وجزائر لوقف زحف الجيش الوطني الليبي نحو العاصمة وذكر السراج في رسائل بعثها إلى الدول الخمسة أن الهجوم على طرابلس أتاح الفرصة والمناخ لتنظيمي القاعدة وداعش للعودة للنشاط في ليبيا بدورها أبدت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أسفها للتصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي المتنامي في هذا البلد ولقيام الأطراف بتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر واعتبر بيان البعثة أن الأمم المتحدة تؤكد أنها مؤمنة بحتمية الحل السياسي في ليبيا مطالباً الليبيين للعودة لطاولة التفاوض كسبيل لحقن دماء الليبيين ووقف التقاتل بين الأخوة وكبح التدخل الخارجي ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين موسيقى